اشتركوا في القناة التركيبة الوظيفية إذن ما هي التركيبة الوظيفية هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية ما وتتكون من عدة أجسام مثل هذه تحتبر تركيبة وظيفية تتركب أو تتكون من عدة أجسام منها البطارية والمصباح وأسلاك التوسيل إذن وتسمح بإنجاز ماذا وظيفة نهائية ما مثل هذه التركيبة تسمح بإنجاز ماذا وظيفة نهائية وهي إشعال المصباح إشعال المصباح الكهربائي كما قلت وهذه الأجسام المرتبطة فيما بينها تكون مرتبة ترتيبا منطقيا ووظيفيا معناه إذا أردنا أن نتكلم عن هذه التركيبة نبدأ أولا بأربطارية لأنها هي التي ستتفرق أولا ثم ننتقل إلى المصباح لأنه هو الذي سيشتعل ثانيا لهذا يجب أن يكون الترتيب منطقي ووظيفي الجملة الآن ما هي الجملة؟ الجملة هي كل جسم أو مجموعة من الأجسام من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب إذن من هذه الأجسام لدينا الجملة المهمة والأساسية البطارية والمصباح فلا نذكر الأسلاك والسيور والسلاسل لأنها أجسام موجودة ضمنيا في التركيبة معناها أسلاك التوصيل لا نذكرها في السلسلة الوظيفية لأنها موجودة ضمنيا في التركيبة نعبر عن اشتغال التركيبة الوظيفية نعبر عن اشتغال هذه التركيبة بسلسلة وظيفية يذكر فيها أهم الجمل المكونة للتركيبة الوظيفية كل منها لإنجاز الفعل النهائي المطلوب ولتشكيل سلسلة نشكلها على شكل السلسلة التي توضع في الرقبة التي تضعها المرأة في الرقبة السلسلة فقاعة وفقاعة وفقاعة مجموع هذه الفقاعات يشكل لنا سلسلة هذه الفقاعات ماذا نكتب بداخلها؟ نكتب بداخل كل فقاعة اسم الجملة مثلا في هذه التركيبة كم لدينا من جملة؟ لدينا جملة اثنان معناه لدينا فقاعتين نربط بينهما بسهم اتجاهه من اليسار إلى اليمين أسفل الجملة أو أسفل الفقاعة نكتب فعل الحالة ما معنى فعل الحالة؟ فعل الحالة هو فعل مضارع يعبر عن وظيفة كل الجملة في السلسلة الوظيفية ما معنى؟ نبدأ أولا بالبطارية البطارية فعل الحالة ماذا سيحدث للبطارية؟ بحيث يجب أن نكتب فعل مضارع معناه يعبر عن الحالة في هذه اللحظة فعل مضارع البطارية ماذا يحدث لها؟ تتفرغ إذن الأفعال المضارعة هي الأفعال التي تبدأ بالحرف أنيتو ألف باء أفن ألف نون إلى غيره ومنها التاء إذن تتفرغ فعل مضارع إذن نكتب هنا فعل الحالة تتفرغ الآن فوق السهم نكتب فعل الأداء ماذا نعني بفعل الأداء؟ إذن أفعال الأداء هي أفعال مضارعة تعبر عن تأثير كل جملة على الجملة التي تديها في السلسلة الوظيفية معناه البطارية الجملة الأولى المصباح الجملة الثانية كيف سيؤثر البطارية على المصباح؟ هذا ما نسميه فعل الأداء كيف تؤثر البطارية على المصباح؟ كيف تؤثر إذن البطارية تغذي المصباح إذن تغذي تبدأ بالتاء إذن فعل مضارع يعبر عن فعل الأداء أو يعبر عن طريق التأثير الجملة الأولى عن جملة الثانية إذن تغذي الآن المصباح ماذا سيحدث له فعل الحالق عندما يتغذى ماذا سيحدث له دائما فعل مضارع سيتوهج إذن الياء يتوهج سأقوم بحل هذا التمرين حتى نفهم هذا الكلام جيدا إذن أولا إشعال مصباح بطريقة مباشرة إذن هذه التركيبة الوظيفية نقوم بواسطتها بإشعال مصباح بطريقة مباشرة معناه بطارية مصباح مباشرة يتوهج المصباح ما هو الفعل النهائي المورد تحقيقه من هذا التركيب؟ ما هو الفعل النهائي إذن هو تواهج المصباح أو إشعال مصباح إذن مباشرة نكتب إشعال مصباح اثنين اشرح التركيبة الوظيفية كيف نستطيع شرح التركيبة نشرحها بواسطة فقرة نكتب فيها افعال الحالة و افعال الاداء كيف نكتب مباشرة ماذا سيحدث البطارية اذا تتفرغ البطارية فتغذي المصباح فيتوهج اذا وننهي هذا الشرح بالفعل النهائي وهو توهج المصباح الآن نشكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب كيف نشكل السلسلة الوظيفية اذا كم لدينا من جملة اساسية لدينا جملتين بطارية ومصباح اذا نكتب بطارية هكذا نضعها داخل فقاعة بيضاوية هكذا ونكتب مصباح مصباح كهربائي او مصباح مباشرة نضعه داخل فقاعة بيضاوية نربط بين الفقاعتين بسهم اتجاهه من اليسار الى اليمين هكذا اسفل الفقاعة نكتب فعل الحالة فعل الحالة البطارية ماذا يحدث لها تتفرغ اذا نكتب تتفرغ بلون مغاير من الافضل ان نستعمل الالوان البطارية ماذا او كيف ستؤثر على المصباح فعل الاداء ستغذيه اذا نكتب تغذي ونشكل الحرف الاول تغذي من الافضل ان نشكل الحرف الاول اذا تغذي المصباح ماذا سيحدث له سيتوهج اذا نكتب يتوهج بكل بساطة اذا هذا ما نسميه بسلسلة وظيفية بطارية تتفرغ تغذي المصباح يتوهج وهذا اشعال المصباح بطريقة مباشرة الان سنتقل الى المثال الثاني وهو اشعال مصباح بطريقة غير مباشرة معناه سنستعمل مجموعة من العناصر او مجموعة من الجمل حتى نستطيع الوصول الى الفعل النهائي ولكن بطريقة غير مباشرة اذا سنشرع اولا هذه التركيبة من ماذا تتركب هذه التركيبة اولا سابدأ بالجسم هنا لدينا جسم ممكن ان يكون جسم او حجر او صخرة المهم لديه كتلة معناه ثقل ولدينا خيط لدينا بكرة لدينا السير لنقل الحركة السير درسنا السير في السنة الثانية وهو شارية مطاطي لدينا دينامو ما هو الدينامو هو عبارة عن جهاز يحول لنا الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية يحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية من عندما يدور ينتج لنا تيارا كهربائيا ولدينا اسلحة توصيل ولدينا مصباح كهربائي الان ماذا سيحدث في هذه التركيبة سيسقط الحجر فيدير ماذا؟ يدير البكرة البكرة عندما تدور تدير معها ماذا؟ تدير الدينامو الدينامو عندما يدور ماذا يفعل للمصباح؟ يغذي يصبح كالبطارية يغذي المصباح المصباح ماذا يحدث له؟ يتوهج وهو الفعل النهائي إذن ما هو الفعل النهائي المرى تحقيقه من هذا التركيب؟ مباشرة إشعال مصباح إذن إشعال مصباح وهذه الطريقة تم تشغيل أو إشعال مصباح بواسطة تقوط جسم أو حجر بواسطة تقوط جسم أو حجر الآن إشرح التركيبة الوظيفية نريد أن نقوم بشرح التركيبة الوظيفية ولكن عندما نشرحها عن طريق ترتيب الأجسام أو الجمل ترتيبا منطقيا ووظيفيا نحن نعلم بأن أول جسم سيتحرك هو الحجر لا نبدأ بالبكرة بل نبدأ بالحجر أو الجسم ولا نبدأ بالدينامو بل نبدأ أولا بأول جسم سيتحرك وهو الحجر أو الجسم إذن ماذا سيحدث للحجر؟ إذن سيسقط إذن نكتب يسقط الحجر أو الجسم فيدير ماذا؟ فيدير إذن نشكل هذا الحرف عندما يسقط يدير ماذا؟ يدير البكرة فيدير البكرة فاصلة إذن هكذا نقوم بالشرح عن طريق وضع فقرة البكرة تدور البكرة تدور فتدير فتدير ماذا معها؟ الدينامو فتدير الدينامو فاصلة الدينامو يدور فيدير ماذا؟ الدينامو يدور عفوا فيغذي فيغذي المسباح والفعل النهائي فيتوهج وهو الفعل النهائي المرى تحقيقه من هذه التركيبة إذن أعيد يسقط الحجر فيدير البكرة فاصلة البكرة تدور فتدير الدينامو هذه هي الطريقة التي نشرح بها وذلك بذكر أفعال حال وأفعال أداء فاصلة الدينامو يدور فيغذي المسباح فيتوهج لأن نشكل سلسلة وظيفية الموافقة لهذا التركيب عندما نريد تشكيل سلسلة وظيفية كما قلت نذكر الجمل المهمة والأساسية ولا نذكر بذلك الخيط والسيور والأسلاك كما تكلمنا آنفا هنا في التعريف لا نذكر الأسلاك والسيور والسلاسل لأنها أجسام وجودة ضمنية في التركيب بل نذكر الأجسام الأساسية فقط أو الجمل الأساسية فقط بماذا نبدأ؟ نبدأ أولا بالحجر نضعه داخل فقاعة بيضوية وسهم ثم ماذا؟ البكرة البكرة نضعها داخل فقاعة بيضوية وسهم ثم الدينامو الدينامو نضعه داخل فقاعة بيضوية وسهم هكذا ثم ماذا في الأخير؟ مصباح كهربائي إذن مصباح كهربائي نضعه داخل فقاعة بيضوية ونأتي بالألوان كما قمنا بالعملية سابقا الحجر ماذا سيحدث له فعل مضارع ونضع هنا فعل الحالة إذن يسقط الحجر سيسقط عندما يسقط فعل الأداء الآن ماذا سيفعل البكرة يدير البكرة فعل الحالة تدور ماذا ستفعل الدينامو تدير هكذا نبدأ في السؤال أو نسأل أنفسنا ماذا ستفعل البكرة للدينامو ستديره ونكتبها هنا في فعل الأداء الدينامو ماذا سيحدث له ماذا سيحدث له معنا في الحالة يا دور ماذا سيفعل المصباح فعل الأداء يغذي سيغذي المصباح الكهربائي والمصباح الكهربائي ماذا سيحدث له يتوهج يتوهج إذن هكذا سيتوهج إذن وهذه هي السلسلة الوظيفية لإشعال مصباح بواسطة سقوط جسم أو حجر الحجر يسقط يدير بكرة دور تدير الدينامو يدور يغذي المصباح الكهربائي يتوهج سنقوم بحل المثال الثالث والآخير في هذا الدرس إذن تشغيل مصباح الآن بواسطة تدفق الماء معناه بالطاقة المائية سنقوم بتشغيل مصباح بواسطة تدفق الماء إذن هذه هي التركيب الوظيفية لدينا حنفية لدينا هنا ماء بضغط مرتفع لدينا طاحونة أو تسمى عنفة تسمى طاحونة أو عنفة لدينا بكرة لدينا السير لدينا دينامو وسلكان كهربائيان ومصباح مشتعل معناه قد تم إشعاله أو توهج مصباح وهو الفعل النهائي إذن ما هو الفعل النهائي المرة تحقيقه من هذا التركيب مباشرة إشعال مصباح كهربائي إشرح التركيب الوظيفية سنبدأ بإشرح التركيب الوظيفية ولكن نذكر الأجسام المهمة فقط كما قلت إذن الحنفية غير مهمة ما هو المهم هنا؟ الماء لأننا نريد إشعال مصباح بماذا؟ بواسطة تدفق الماء نذكر الماء لأن هناك طاقة مائية الحنفية موجودة ضمنية فقط ولدينا الطاحون مهمة البكرة السير لا نذكره دينامو السلكان لا نذكرها الأسلاك لا نذكرها ونذكر المصباح إذن ماذا نكتب هنا؟ يتدفق الماء إذن أول كلمة نكتب يتدفق الماء إذن فعل الحالة يتدفق الماء فيدير ماذا؟ فيدير العنفة لماذا قمنا بوضع العنفة؟ لأننا لو قمنا بكارا بشرة لا تدور لأن الماء لا يؤثر عليها لهذا وضعنا طاحونة حتى تدور ويديرها الماء إذن طاحونة أو العنفة فيدير العنفة أو الطاحونة نفس المصطلح فاصلة العنفة تدور فتدير ماذا معها؟ البكارا فاصلة البكارا تدور فتدير ماذا؟ الدينامو فاصلة سأتابع هنا الدينامو يدور فيغذي المصباح الفعل النهائي ما هو؟ فيتواهج فيتواهج إذن يجب أن أن يكتمل الشرح بالفعل النهائي مورا تحقيقه وهو توهج المصباح أو إشعال المصباح الآن ستالثة شكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب إذن بماذا نبدأ؟ نبدأ بالماء هكذا ساهمة ثم العنفق أو الطاحونة هكذا ساهمة ثم بكارا داخل فقاعة بيضوية وساهمة ثم ماذا؟ الدينامو ويسمى أيضا منوبة يسمى دينامو أو منوبة ساهمة وفي الأخير مصباح كهربائي مصباح كهربائي داخل فقاعة بيضوية الآن نأتي بالألوان الماء ماذا سيحدث لها في الحالة؟ سيسقط أو يتدفق عفواني يتدفق إذن الماء يتدفق ماذا سيفعل للعنفة؟ يدير العنفة ماذا سيحدث لها؟ تدور ماذا ستفعل العنفة للبكرة؟ تدير البكرة تدور البكرة ماذا ستفعل الدينامو؟ تدير الدينامو يدور الدينامو ماذا سيفعل المصباح؟ يغذي معناه يصبح كالبطارية يغذي والمصباح الكهربائي يتوهج إذن وبهذا نكون قد أنهينا شرح السلسلة الوظيفية وقبل أن أنهي هذه الحصة سأقدم لكم ملاحظة بسيطة إذن هنا في التركيبة الوظيفية السابقة عندما قلنا بأن الحجر سيسقط وقلنا سابقا بأن الجملة ممكن أن تكون جسم أو مجموعة من الأجسام حسب رأيكم ماذا يمكننا إضافة كجسم مع الحجر؟ لأن لو لا هذا الجسم لما سقط الحجر إذن ما هو؟ إذن هو الأرض وماذا يوجد في الأرض؟ حتى يجذب الحجر يوجد ما يسمى بالجاذبية إذن الجاذبية هي المسؤولة عن سقوط الجسم أو الحجر إذن يمكننا إضافة هنا ماذا؟ حجر زائد ماذا؟ زائد أرض لأننا سنحتاجها في الدرس القادم السلسلة الطاقوي إذن نكتب حجر زائد أرض يسقط الحجر هو الذي يسقط ولكن زائد أرض معناه بفعل الأرض بفعل جاذبية الأرض وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح وبسيط وأي سؤال أو استفسار عزاء التلميذ أتركه تعليق أسفل فيديو وسأجيب عنه في الفيديو المقبل أي في الفيديو الذي سأشرح فيه درس السلسلة الطاقوية وهو الدرس الذي يكون بعد هذا الدرس ولا تنسوني مصارح دعاكم أبناء التلميذ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته